فنأ فيدان الشيخ الخنجر بنجاح الانتخابات المحلية في العراق وإقامتها دون أي مشكلات أمنية لا سيما في مدينة كاركوك التي شهدت أعلى معدلات التصويت كما أوضح الخنجر أن القوائم الفائزة عازمة على تشكيل الحكومات المحلية بأسرع وقت ممكن ولا بد من الاستفادة من التجارب التركية في تقديم الخدمات للمواطنين إذ تعد من التجارب المهمة في الشرق الأوسط ولا بد من الاستفادة منها في العراق وناقش الجانبان الزيارة المقبلة للرئيس التركي رجب طيب أردغان إلى العراق حيث أكد الخنجر أن جميع القوى السياسية ترحب بزيارة أردغان المقرر الشهر المقبل وإسهامها في دفع العلاقات بين العراق وتركيا على الصعود كافة لافتن إلى أن العراق عازم على محاربة الجماعات الإرهابية التي تحمل الشر والضغين لدول الجوار لا سيما تركيا وأنه يعمل مع رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني لإنهاء وجود تلك المجاميع المسلحة التي تحاول العبث بأمن المنطقة ترجمة نانسي قنقر